أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن اللقاءات المتتالية مع شركاء التنمية والتواصل المستمر بين الفرق الفنية نتج عنها العديد من أطر الشراكة والتعاون في ظل رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 جاء ذلك خلال لقائها مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد لمناقشة أليات التعاون مع شركاء التنمية في تمويل المناخ وبدورها أكدت وزيرة البيئة أن هذا الاجتماع يتناول مناقشة سبل الاستفادة من التعاون مع شركاء التنمية في دعم جهود مصر في تمويل المناخ والتحول للقطاع البنكي الأخضر ومساهمتها في فعاليات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ كوب 27